معركة ماريوبول تدخل يومها الأخير روسيا تعلن سيطرتها على المدينة الساحلية والرئيس الروسي يأمر بإلغاء خطط اقتحام أزوفستال أعتقد أن الاقتحام المقترح للمنطقة الصناعية غير عملية أوجه بإلغاء عملية الاقتحام وهذا ما يحدث عندما نفكر بالحفاظ على حياة جنودنا وضباطنا لا حاجة لدخول هذه السرديب والزحف تحت الأرض في هذه المرافق الصناعية حاصر المنطقة الصناعية بحيث لا تمر حتى ذبابة أوكراني اعتبرت أن تصريحات موسكو تأكيد على فشلها في السيطرة على أزوفستال بالقوة وأن بوتن يبحث عن الحفاظ على حياة جنوده لن يقتحم الجيش الروسي مصنع أزوفستال لأنه لا يرغب في خسارة القوات الروسية التي سيتعين عليها خوض معارك وحشية لقد اعتنى بوتن بالجنود الروس حتى لا يموت هناك هذا الموقف يعني أن الجيش الروسي لا يمكنه الاستيلاء على أزوفستال وهم فهموا هذا أما في أزوفستال حيث يتحصن مئات المدنيين مع الكتيبة السادسة والثلاثين للجيش الأوكراني وكتيبة أزوف آخر وحدتين قتليتين في ماريوبل أكد نائب قائد كتيبة أزوف أن الكتيبتين لا تقبلان شروط روسيا بشأن تسليم السلاح مؤكداً أنهم مستعدون لمغادرة المدينة بمساعدة طرف ثالث حال وجود ضمانات أمنية وبينما لم تتضح معالم التصريحات الروسية والأوكرانية على الأرض ربط مراقبون أوامر الرئيس الروسي بإلغاء خطط اقتحام أزوفستال بتصريحات الرئيس الأوكراني قبل أيام والتي شدد فيها على أن القضاء على الجيش في ماريوبل سيمثل نهاية المفاوضات بين الجانبين في وقت تنتظر فيه موسكو رد كييف على وثيقة تتعلق بمحادثات السلام ترجمة نانسي قنقر